يا ما يأضاها الحبيب حن لك قلبي الكئيب شعال صدري اللهيب هد قلبي أمين الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد طاه الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين إلى كل مسلم ومسلمة إلى كل محب للنبي صلى الله عليه وسلم ومحبة إلى كل مقتد بالنبي صلى الله عليه وسلم ومقتدية إلى كل قلب هام شوقا بحب النبي صلى الله عليه وسلم إليكم قبسات من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم متسلسلة زمنيا بحسب عمره عليه الصلاة والسلام ابتحيا وميتا يا رسول الله وفي سن الثلاثة والستين في السنة الحادية عشر للهجرة الفاجعة والمصيبة آهن لهذه السنة ماذا يكتب فيها وماذا يقال اعذرني أخي فإنني لا أحدثك عن وداع صديق أو وفاة قريب لا أحدثك عن زوال ملك ولا عن افتقار أغنياء بل أحدثك عن مصيبة المسلمين بوفاة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم الحمد لله رب الكائنات المنزه عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات ولا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر والصلاة والسلام على خير الكائنات سيدنا محمد وعلى سائر إخوانه النبيين المؤيدين بالمعجزات الباهرات فبعصى موسى فلق البحر وبدعاء نوح نزل المطر ولمحمد شهد الشجر والحجر وانشق القمر أما بعد فيا عباد الله قوصيكم ونفسي بتقوى الله واعلموا أن الله تعالى يقول مخاطبا نبيه المصطفى في القرآن الكريم إنك ميت وإنهم ميتون أي إنك ستموت وهم سيموتون إخوة الإسلام حري بنا أن نتكلم عن وفاة سيد الأمة وقائدها من أرسله الله للناس هدى ورحمة فهذا يذكرنا بأن الدنيا دار ممر والآخرة دار مقر وبأن الموت حق قد كتبه الله على العباد وأفضل العباد قد مات ولا بد لكل واحد منا أن يموت أما بداية مرضه عليه الصلاة والسلام فلقد ابتدأ برسول الله صلى الله عليه وسلم صداع في بيت عائشة قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم في اليوم الذي بدأ فيه فقلت وارأساه قال بل أنا وارأساه ثم اشتد أمره في بيت ميمونة واستأذن نساءه أن يمرض في بيت عائشة فأذن له وكانت مدة علته اثنتي عشر يوما وقيل أربعة عشر قالت عائشة ثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أصل الناس فقلت لا هم ينتظرونك يا رسول الله فقال ضعوا لي ماء في المخضب ففعلنا فاغتسل ثم ذهب لينهض فأغمي عليه ثم أفاق فقال أصل الناس فقلنا لا يا رسول الله هم ينتظرونك قالت والناس عكوف في المسجد ينتظرون رسول الله لصلاة العشاء فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر يصلي بالناس وكان أبو بكر رجلا رقيقا فقال يا عمر صلي بالناس فقال أنت أحق بذلك فصلى بهم أبو بكر تلك الأيام ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد خفة أي خف عنه المرض فخرج بين رجلين أحدهما العباس لصلاة الظهر فلما رآه أبو بكر ذهب ليتأخر أي ليرجع عن الإمامة في الصلاة بوجود رسول الله صلى الله عليه وسلم فأومأ إليه أن لا تتأخر وأمرهما فأجلساه إلى جنبه فجعل أبو بكر يصلي قائما ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي قاعدا وأما موته وغسله صلى الله عليه وسلم فإنه لما ثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل يتغشاه الكرب فقالت فاطمة رضي الله عنها وكرباه لكربك يا أبتاه فقال لها ليس على أبيك كرب بعد اليوم فلما مات قالت فاطمة رضي الله عنها يا أبتاه أجاب ربا دعاه يا أبتاه جنة الفردوس مأواه يا أبتاه إلى جبريل أنعاه فلما دفن قالت فاطمة يا أنس أطابت أنفسكم أن تحثوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم التراب وقد روي عنها أنها لما جاءت إلى قبر أبيها رسول الله صلى الله عليه وسلم مرقت وجهها بالتراب وأنشأت تقول ماذا على من شم تربة أحمد أن لا يشم مدى الزمان غواليا صبت علي مصائب لو أنها صبت على الأيام عدن لياليا ولما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قام عمر بن الخطاب فقال إن رجالا يزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد توفي وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما مات وأقبل أبو بكر حتى نزل على باب المسجد حين بلغه الخبر وعمر يكلم الناس فلم يلتفت إلى شيء حتى دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت عائشة ورسول الله صلى الله عليه وسلم مسجى في ناحية البيت عليه برد فأقبل حتى كشف عن وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبله ثم رد البرد على وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم خرج وعمر يكلم الناس فقال على رسلك يا عمر أنصد فأبا إلا أن يتكلم فلما رآه أبو بكر لا ينصد أقبل على الناس فلما سمع الناس كلامه أقبلوا عليه وتركوا عمر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أيها الناس أيها الناس إنه من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت ثم تلا هذه الآية وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتلا قلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين فلما تلاها لكأن الناس لم يعلموا أن هذه الآية نزلت حتى تلاها أبو بكر يومئذ وأخذها الناس عن أبي بكر فإنما هي في أفواههم قال أبو هريرة قال عمر والله ما هو إلا أن سمعت أبا بكر تلاها حتى وقعت على الأرض ما تحملني رجلاي وعرفت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد مات ولما أجمع القوم لغسل رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس في البيت إلا أهله عمه العباس وعلي بن أبي طالب والفضل بن العباس وقثم بن العباس وأسامة بن زيد وصالح مولاه نادى من وراء الباب أوس بن خول العنصاري وكان بدرياً علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال يا علي أناشدك الله حظنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له علي عليه السلام أدخل فدخل فحضر غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يل من غسله شيئاً فأسنده علي إلى صدره وعليه قميصه وكان العباس والفضل وقثم يقلبونه مع علي وكان أسامة وصالح يصبان الماء وجعل علي يغسله ولم ير من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء مما يرى من الميت وهو يقول بأبي وأمي ما أطيبك حياً وميتاً دفن خير الأنام محمد عليه الصلاة والسلام وعن ابن جريج قال أخبرني أبي أن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لم يدر أين يقبر النبي صلى الله عليه وسلم حتى قال أبو بكر رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لم يقبر نبي إلا حيث يموت فأخروا فراشه وحفروا له تحت فراشه رواه أحمد بن حنبل وكفن بثلاثة أثواب بيض ووضع على سريره على شفير القبر ثم دخل الناس أرسالاً يصلون عليه فوجاً فوجاً لم يأمهم أحد ثم دفن رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزل في حفرته العباس وعلي والفضل وقثم وشقران ودفن في اللحظ وبني عليه في لحظه اللبن ثم هالوا عليه التراب وجعل قبره عليه الصلاة والسلام مسطحاً ورش عليه الماء رشاً إخوة الإيمان انظروا وتمعنوا وتذكروا فإن الذكرى تنفع المؤمنين فعلى من أصيب يوماً بمصيبة أن يذكر موت النبي صلى الله عليه وسلم فعمل أخي المؤمن لآخرته حتى تكون مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة وأكثر من الصلاة عليه فإن الصلاة عليه نور وضياء صلى الله عليه كلما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ونجنا في الآخرة بفضلك يا أرحم الراحمين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب